موسيقى موسيقى الصعب شي بالحياة للمراهقين هني وعم يكبروا انه نعطيهم القرار ينقوا شو بدون يعملوا بالحياة وهيدا من أصعب الأسئلة اللي نحن نطرحهم على المراهقين وقتا يكونوا بدون يقرروا شو بدون يعملوا بالجامعة هيدا القرار إذا اتخذ بطريقة خاطئة بيخلي هولي المراهقين يندموا على هيدا القرار مع الوقت يشكوا بقدرتهم على أنه أخذ القرار ومن الآخر حتى يستصعبوا السنوات اللي بيعشوها بالشغل اليوم بمرحلة معينة بدنا نجرب نحن نساعد هيدا الأشخاص كيف يقدوا قرار صح بحياتهم أو حتى يخففهم مخاطر أخذ القرار الخاطئ نتيجة شو لازم يعملوا بالجامعة من وراء هيدا الشي خلينا نشوف جوليا شو رح تخبرنا وشو صار معاها أنا اسمي جوليا وعمري 16 سنة بلشت انسأل من هلأ شو حب أعمل اختصاص بالجامعة أهلي بيقولولي أعمل اختصاص يطلع لي مصاري ورفقاتي بيقولولي أعمل اختصاص بيخلينا سافر برات البلد وما في خبرك أدى في عالم تنسحني أتخصص مثل أولادهم المشكلة أنه ماني عارفة شو حاب أعمل بس يلي بعرفه أنه مبدي نقي اختصاص آخر شي يطلع مش أنا بحب اشتغله ولا بحب كففي كيف لازم نقي وكيف لازم فكر اليوم عندي ضيفة رح تساعدني كيف نحل قصتة لجوليا كلارا نيدر يلي هي سورتيفايد أكرادتد كوتش لايف كوتش وكارير كوتش وكارير كونسلر كلارا أهلا وسهلا فيك مرسي لقلك شاربن كلارا سمعنا جوليا وسمعنا السطة خيرا نبدأ بأول سؤال هيدا الشي اللي سمعناه اليوم قدي عم بيصير اليوم مع المراهقين اللي عم بينجبروا ينقوا شو الاختصاص قبل ما يوصلوا عالجيمة بصراحة شاربن هيدا يمكن أكتر حالة بيقطعوا فيها المراهقين بهيدا العمر وقتا يوصلوا تقريبا على البريمير إنه يبلشوا يكونوا لازم ياخدوا قرار لازم يعرفوا شو لازم ينقوا بيبلش يصير عليهم ضغوطات إن كان من الأهل من المدرسة بيصير يوجدوا جامعات لعندهم على المدارس تيبلشوا يخبرون شو الاختصاصات الموجودة ونشوف هول المراهقين إنه عم يقطع بفترة ضياع لأنه بالنسبة لقالهم هيدا القرار كتير مهم وبيحدد حياتهم لبعدين وبيوصل للمطرح إنه ويعني بفكروا إذا أنا أقضت هيدا القرار الغلط مثل كأنه هيدا رح يكون قرار وحقه مثل ما كنت عم تقول على فترات كتير طويلة بحياتهم فهيدا الحالة هي حالة كتير موجودة وكتير منجرب نشتغل بعيدا الموضوع مع تلميز المدارس ومع تلميز الجامعات كرميلتا نقدر نوجههم على الطريق الصح كيف يقدروا ياخدوا هذا القرار أنا انتبهت على شغلة جوليا عم تحكي بطريقتها إنه الأهل عم بيقلولي أعمل شي وبالأخص ننتبه على انتبهت على شغلة كتير مهمة إنه بتجب تقللهم عن المصاري الأهل عم قولوا عملي شي بيطلعليك مساري الأصحاب أو الرفقة لا عملي شي يساعدك تسافري تهاجري يعني في فكرة عطول إنه نهاجر البلد نشلق لنا كذا وفي الأشخاص القسم الثالث يلي هو بيكون من الأهل يمكن بس مكربين إنه نعم عملي متل أولادة ليكي أولادة شو شاطرين ليكي وين وصلوا فعم نشوفهم بمطرح إنه عطول في هذا البرشر من التلميذ على التلميذ وحتى عم بحس بمطرح متل جوليا عمرها 16 سنة عم تقول بي رسالتها ولهلأ تبلش يتفكر يعني واحدة من الأقصص اللي عم نشوفها هلأ تبلش يتفكر شو لازم تعمل يلي هتا إرجع إسألك هوني كارير كاونسلر 16 سنة 17 سنة الشخص هلأ بلش يفكر اللي شو لازم يعمل هل هو العمر المناسب بمطرح معين ولا هل هو لازم كنا نبلش قبل بالتوجيه أو الأهل لازم ياخدوا مطرح فيها هيدا تنحكي شوى عن العمر بس هتقلي بموضوع التوجيه قبل ما أقرأ أحكي ممكن عن موضوع المصاري والضغط اللي بيجي موضوع التوجيه لأ نحنا منفضل لك فيه تحضير شرب القبل يعني يوم أنت عم تطلب من ولد عمره 16 سنة أو 15 سنة ياخد قرار ومثل ما قلت قبل قرار بيقدر يأثر على حياته وعليه ضغوطات كتير أن يكون عم ياخد القرار الصح فيه تحضيرات لازم يكون هيدا الشخص عم ينحط على أساسها يعني هو مش مضطر يكون عم ياخد القرار قبل مش مضطر يكون عنده القرار على الـ 14-15 بس فيه تحضيرات إن كان من المدارس إن كان من طريقة كيف بيتعلم التلميذ يعرف طبيعة شخصيته راح نحكي بالآخر شو هن القصص اللي لازم واحد يعملها تا يقدر يعرف هولي الجوابات أهم الشغل أنه شخص يتعرف على حاله ونحن موجودين بمطرح ما بنعرف حالنا ما بنعرف شو منحب ما بنعرف شو ما بنحب ما بنعرف شو القصص ما بعرف أصلا شو القصص الوظائف اللي بتطلب إنه أنا أعملها شو متطلب مني إنه كيف أشتغل لأنه نحنا عنا نظرة شوية على التليفزيون يعني منفكر الحكمة هن مثل ومنفكر المحامية هن مثل بس بالحقيقة هيدا مش الحياة اللي هن بعشوها وبيفوتوا على هيدا الشي بفكروا إن هن رح يعيشوا حلم معين وبيطلع مش هيك لأنه يا أما عم يبنوا على صور هن متخيلين براسهم أو على أساسات هن أورادي ما بيعرفوا على أساسها حالهم يعني يمكن لأنه خالهم لأنه بيهم بيشتغل بعيدا الشي لأنه صار في علاهم ضغوطات لأنه ما فهموا أهمية هيدا القرار إذا بدك يعني ما بعف أنت شارب بس أنا وقتا فتت على الجامعة أنا أصلا عاملة شي ما إلو علاقة اللي هلأ عم بعمله ووقتا فتت على جامعة ما كنت فهماني أهمية القرار اللي أنا عم بعمله ما بنضم على القرار اللي عملت أنا عاملة فايننس كمبليت لي ما قالوا علاقة اللي هلأ بعمله بس أكيد بيوصلني بطريقة غير مباشرة اللي أنا بعمله اليوم بس اللي اكتشفته أهم مشاغل إنه نحنا ما عنا المينموم إنه نحنا نقدر نعرف حالنا شو نقط القوة اللي عندي شو النقط اللي أنا بحب أعملها بطبيعة شخصيته أنا اليوم شخص بحب كون عم بشتغل بقصص مع العالم بفضل كون قاعد وراء مكتب بفضل يكون قصص بسافر فيها أو لا هوله قصص وطبيعة شخصيته أنا بروبلم صورف أكتر بيطر بيطر إشع على البيجر بيكتشر لا أين مور ديتيل هول القصص كتير مهمة كرميلتها تساعد هيدا التلميذ يقدر يعرف هيدا القرار وهلأ بالآخر أكيد نحن بنعت شوية وجهات والقصص سيلي بيقدروا أكتر يكونوا عم يبنوا على أساسها وموضوع المصاري والموضوع الضغط وهيدا شغلة كتير مهمة في مرة قلت كانت عم تعرف أول ما بلش يطلعوا بيشيلوا الغاز والبترول وبلش حديث بلبنان كان أجت مدام لعنده وابنها عم بيقلولي عم تقل المدام أنه إنا عقبنا يعمل بتروليوم انجينيرينج فقلت لأ أنا مدام ليش بتروليوم انجينيرينج قلت لأ أنه قريبا بعد كم سنة لقدام رح يصير في بترول بلبنان ورح يعيزه جوابه كان كتير بسيط وأنه اليوم مدام ابنك بعده كان ولد بعده بالسجود قلت لأ مدام ابنك بعده بالسجود هلأ بعدين عنده ثلاث أربع سنين أول شي تأخلص مدرسة بعدين عنده اختصاص من هلأ لوقته شو بيصير إن كان بموضوع صحب البترول والغاز إن كان بلبنان أو غير لبنان إن كان بإذا هيدا الاختصاص فيه مصاري أو ما فيه مصاري لأنه هيدا الشي يعني اليوم انت بتعتبر شي فيه مصاري يمكن بعد سنتين لقدام هيدا الشي ما بقى بيطلع مصاري وبعدين المصاري هي مش بالاختصاص يعني اليوم عندك نحنا بنسمع أنه الحكمة عندك حكمة بيطلعوا كتير مصاري يمكن عندك حكمة ما عندن شخص أو شخصين يعني الوضع كتير عن جد بيررع كماذا الشخص عم يعمل الشي اللي بيشبهه كرميلة يقدر يكون عم يلمع بهذا الشغلة ويكون بيشبه حاله لأن كلما الشخص يشبه حاله كلما أكيد بيكون سكساسفل أكتر هيا يزيد على نقطك هون في شي مهم كمان عم بيكتشفوا مع الوقت إنه الأهل مظبوط الأهل بيلعبه هو بالأساس الأهل بيلعبه دور كتير كبير وفيك تصالحي لازلاء بس الأهل بيلعبه دور كتير كبير وبيبنوا على المعلومات اللي هن ما عنيها يعني اليوم انت قلته شي كتير حلو إنه اليوم الشخص هو لازم يكتشف حاله بينما عم نتطلع بمطارح إنه وقته متل متل اللي قلتيا اشت المدام وسألتك يعني بمطرح نحنا بدنا لأشخاص اللي معنا يخدوا قرار بس بذات الوقت أنا ما بآمن بالقرار اللي هن بدون يخدوه نحنا كأهل يوم لازم نقرر عنهم فعم نوصل إنه بمطرح ما بعرف قد الأهل ويعين لفكرة إذا اليوم كفيت هيك مع ابني أخدت عنه القرار وفيت على دومان ما حبه بس اضطر يكفي فيه لأ إنه متل ما قلت بمطرح معي نحنا كأهل مثلا المادية تقلال تفوت على جامعة هل قد منقدم ندفع تكاليفة ما بنحمل يغير عم ينجيب ريكفي يعني اللي عم يدفع حق هيدا الأرار آخرتها هو الشاب أو الصبية اللي عم يفوتوا على سوق العمل يا ما عم بيلاقوا بقى شغل يا الشغل اللي عم يشتغلوا منه شي حلو أو منه شي بيحمسهم يقدروا يكفي فيه وهيدا بالنهاية عم بيسبب لنا مشاكل يعني أنا بيشتغل كمان مع الشراك وعم شوف هيدا الشي إنه فيه أشخاص بتقعد منه بالدمان أو منه حاب بالدمان عم نعيش مشاكل معهم كيف نرجع نحمسهم يرجعوا يكفوا عم نلاقي حتى على مكتير عم تترك وعم بتجرب تروح تعمل شي تاني خلينا ننقل على فكرة صغيرة خلينا نعمل جردة سريعة شو هن الأسباب اللي بتخلي هالأشخاص ياخدوا قرار خاطئ يعني ونرجع نحكي شو كيف نسلح أو كيف نشوف القصص بطريقة صح أو نجرب نبعد عن مخاطر القرار كيف بتشوفي اليوم شو هن الأصص اللي بتقطع معيك اللي بيقولوا إنه هيدا رح يوصلنا على قرار خاطئ خلينا أول شي نرسم صورة متفكت عم تفسر كتير حلوة نقدر جاوب على هذا السؤال اليوم في شغل الأهل واللي أكبر مننا بدون يعرفوها نحنا بنعرف شربل إنه نحنا بنقطع بالجينيريشن يعني بنحكي الجينيريشن اكس واي زاد بيبي بومرز اليوم عم نحكي ألفا طبيعة تفكير العالم بتختلف من جيل لجيل والجيل الجديد نختلف كمبليتلي عن أهله يعني الجيل الجديد نختلف عننا وعن أهله يلي هو الجيل بعد اللي أكبر مننا طريقة كيف بيتحمل الأشغال يعني احنا بنعرف اليوم الجيل الجديد ما بيحمل مننا ما بنحمل نكون قاعدين بشغل أكتر عدد مننا إنه نكون مكبوتين بشغل معين بنقعد من الساعة 8 للساعة 6 من الثانين للثبت عم نعمل زيت الشغلة شي اللي يمكن كانوا أهل أهلنا هيدا شي كان كتير طبيعي بس نحنا اليوم ما بنقدر نعمل هيدا الشي اليوم في أول اختلاف لازم نفهمه إنه اليوم في اختلاف بالأجيال واللي الأهل بيعتبروا إنه هو قدرين هني يعملوه الولد بطبيعته إن كان عم نحكي عن المينانيالز أو بوست مينانيالز هول الأشخاص ما بيقدر يكونوا عم يتأقلموا بزيت أنواع الأشغال وفي دراسة شربل بتقول إنه من هلأ لعشر سنين وهي إلا الدراسة أربع خمس سنين من هلأ لعشر سنين لقدام يعني باقي ست سنين تقريبا 65% من الوظائف اللي رح تكون موجودة هي وظائف ما بنعرفها اليوم وهي أشغال ما بنعرفها اليوم فنبني على أساس إنه أنا اليوم عبعطي هيدا التلميذ إنه فتعمول هيدا الإختصاص يمكن هيدا الإختصاص إذا أنت فت علاو أخدت سنين لازم تدرسون وإنت مش حابب هيدا شي وصلت وما لقيت بقى وظيفة لهيدا الموضوع وإنت قريدي ما بتحبه عاية أساس بتكون عاطي حالك هالمراوغة تقدر تكون عم تاخد قرار عن جد يقدر يخليك عم تتقدم بحياتك فكرمل هيك برجع بالأساس أهم شغلة إنه نرجع على عن جد الشخص شو الشي اللي بعبر عن شخصيته شو الشي اللي بيشبهه شو الشي اللي هو بيحب يعمله وفي شغلة كتير مهمة أوقات مناخد القرار الخطأ يعني قبل ما نجيوب عن ليش ناخده أوقات مناخد القرار الخطأ ومنى آخر العالم يعني خلا يعني نحنا عشناه ومنعرف كتير من أجيالنا عملناها ورجعنا بعدين راقلاجنا ليه مهم هيدا الموضوع مهم الراجل يعني مهم نوصل لما تح نعترف إنه إذا أنا اليوم هيدا شي ما بحبه يقدر كوني قادرة أفصل حالة عن القرار اللي أنا عملته سامح حالة على هيدا القرار ويقدر إرجع فتش على شي جديد يقدر أكتر يكون بيشبهني فأول شغلة بدقولها يخففوا شوية هيدا الانكزايتي والقلق على على القرار بحد زيته وياخدوا شوية بتروي أكتر وشو ما كان القرار اللي اتاخد بضل نقدر نعمله تغييرات بسنين اللي بتصير بعدين وكيف نحنا بنرجع بنقدر نتأقلب معه الأسباب يلي بتخلي واحد ياخد قرار خطأ إذا فهمت مظبوط السؤال أول شغلة أكيد متل ما كنت عم تقول جوليا هو الضغط هو ضغط الأهل هو ضغط الاجتماعي هو أوقات كمان بنختلف يعني نحنا نفكرين شو يعني ساكساس بتعريف كمان نحنا موجودين بها ساكساس ماركتينج هلأ الدرجة كتير صح يعني نحنا موجودين بموضة إنه ساكساس هو إذا أنا اليوم بكون عم بعمل عندي أحلى سيارة وعندي مصاري مليون دولار بالبانك ومع بقوله القصص مانا حلوة بس بس بإنه هيدا هو وانا أنا كون بس عم بروح عم فتش على هول القصص أوقات مناخد قرارات على أساس هيدا الشي ومناخد قرارات أوتديتد كمان ما أنت عم بتقول يعني اليوم أنت بتقول إنه المحامين المحامين بيطلعوا صارنا بلبنان لكل بني قدمين عندنا محامة يعني لكل فرماشية لكل خمس أشخاص في فرماشية حكيم عنده كل حكيم عنده مريض يعني إذا بنا نقصمهم على العالم كل شخصين بقدروا يكون عنده حكيم فأوراديو نحنا وصلنا على مطرح صار فيه أوفرلود واللي اليوم مطلوب هو هالشعل اللي بتختلف بالشخص كلمة يقدر يكون عن جد عم يتميز بلي عم يعمل أولا صحيح ما أنه موضوع إذا أنا عملته للإختصاص وأخدت شهاتي وعملتها الباتشلر وعملتها الماسترز ولو حتى عملت بي ايش دي كمان ما وعفظة عنه وقت بالقنسب تبع الي ايش دي صار بالنسبة لقلنا بتقول إنه يعني إنه ننقل من باتشلر ماسترز ضروري أعمل بي ايش دي إذا أنا بدي أعلم بالجامعة بدي أعمل ببليكيشن بس بكأنه هيدا المسار الطبيعي وهو القصص خطرة كتير لأنه بتاخد من سنيننا واحد اثنان رابب لي مش عايزيننا صورنا منعرف كتير اليوم شارب لأنه فيه سورتيفيكتس أوقات بعمارنا أهم كتير من من أكونا عم تررع تاخد شهادة جامعية إن كان عم تحكي عن قصص بالبزنس أو بالكوتشنج هول قصص تقدر تكون عم تعملها بسورتيفيكيشن بديبلوماس خارجية أو تكون عم تدرس شي معين كمان بتقدر تسمح لك أن تكون عم تعمل هول أساسي رحزدليك على الشغلة هلأ تبحت لها دارجيو بالأخص على السوشال ميديا لأنه جبت إصيرتها عم يطلع انفلونسرز وأشخاص كبار مش من لبنان عم نحكي أشخاص كبار من العالم عندهم الفولوينج بيس كتير عالي المشكلة الأساسية اللي عم نتبه بأكتر المطاريح هو كتير عنده أنه الحق شو بتحب وشو عم بتفكر والحق طموحك والبعشن تبعك النصيحة اللي عم بترافق هيدا شي إنه في كتير شباب وصبايا عم يجوا يسألوا طب أنا بدي فوت عالجامعة شو بدي أعمل الجواب عم يكون في جواب حتى مش نصيحة عم تكون جواب ما تفوت عالجامعة لشو الجامعة من الأساس ما أنت عارف شو بدك تعمل واللي بدك تعمله ما رح أنت تقدر تستفيد منه بالجامعة وما رح يعلموك يا يمكن بالجامعة فبلا الجامعة لحق طموحك وروح وجرب شو كي بدك تحقيق حالك وتنجح وهيدي انتبهت الله هيدا آخر هيدا عم تطلع سرلة الخبرية تقريبا صلى خمس سنين هيدا إفة كتير خطيرة يعني يوم عم نقول للشباب والصبايا ما بق في اعتراف بالجامعات بمطرح معين يعني الشاب والصبايا اللي أصلا مش قدرين ياخدوا قرار وهيدا الحديث يفوت ويصدقوا ما بتصور رح يوصل للمطرح حتى ياخدوا قرار انه يكفوا يفوتوا على الجامعة وواحدة من الأساس اللي حابي بزيدها هي غير الإنفلوينس تبع السوشال ميديا في أنا اللي شفته واللي انتبهت له في قلة ريسورج يعني مضبوط أنا بجي لعندي كلارا كلارا أنا ماني عارف شو بدي أعمل طب كلارا تبلش تسألني أسئلة شو بتحب شو الأساس اللي اختبرتها عم بنتبع انه في شغلتين تير مهمين عم بيحبون أنا ما اختبرتش أنا ما عم جربش بروح على المدرسة برجع بيكل بدروس بيظهر مع أرفقاتي الويكند للتسلي واللعب هنا المطرح تاني ما بفكر يقعد على الانترنت واستعمل سيل فون طبعي أو هاللابتوب اللي عندي إيه لعنالي بروجيكت انه جري بشوف هالاختصاصات المتواجدة بالسوق هالشي أنا بحبه هالشي ما بحبه واخرتها عم بوصل على آخر نقطة الأهل في براشر من الأهل انه يلا نقق اختصاص معنا هالقد ما صاري أنا بعرف أشخاص بكل صراحة باللي بيروحوا معنا هالقد ما صاري بدك تشوف اختصاص ينعمل بهالقد ما صاري يعني مش زيادة انه أنا في براشر على الشخص اللي كيف ينقق قرار حتى عم زد له بعض قصاص عم حطه بموقف وهذا الشخص بعد مش حامل بييده يمكن هالقد بجت يعني عم نحكي بجت بين العشرة ألاف والعشرين ألف دولار حق جامعات خاصة فتعليقا على هذا الموضوع وبالأخص هون مش بس لجوليا لأهل جوليا مثلا شوفينا نعطيهم بس نصيحة صغيرة تنقدر نخفف هذا الضغط عن جوليا تجولا تقدير تعمل فوكس كيف لازم تلاقي اللي بده تلاقيه وتجرب تنقي أو تاخد قرار بيريحها بطريقة شو بتفوت بالجيمة الاقزامبليات لاقزامبليات 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 كتير مهمة شيربل وكتير عم نسمع عنه نوكتير فيه امفلوانسرز إذا عم نحكي عن أول موضوع بيطلعوا بقصص كتير مهم الشخص يكون عن جد عنده هالفلتراج بينه وبين حاله يعرف عن جد شو القصص اللي بتشبهه له الفاليوز تبعوته شو القصص يالي لا ويمكن أنا بعتبر أنه هيك نصيحة بتختلف بين شخص لشخص بتختلف من بلد لبلد يعني يمكن هذا الشي معترف فيه أو متقبل بيتقبلوه أكتر ببلاد بأمريكا أو يمكن الشخص بيقدر يعمل هذا الشيء بس ببلدان تاني هذا الشيء منه موجود الموضوع بخصوص أهل جوليا أو أهل المراهقين اللي عنا في لبنان الأكيد أنه هول المراهقين عم يقطعوا بضغط كتير قوي وحتى في دراسة بتقول أنه هول الضغوطات اللي عم يقطعوا فيها بالأربعينات كان هول العالم يعتبروا أنه عندهم أمراض نفسية اللي بيقطع بهال الضغوط عن جد يعني عم تلميز عم يقطعوا بضغوطات يقدر يكونوا عم ياخدوا هيك قرارات خاصة باللي عم بصير يعني إن كان بقلة الوظائف إن كان بقلة النظرة لأنه نحن هلأ ما بحف إذا أنت بتوافق على الموضوع بس نحن بمرحلة إنتقالية كتير مهمة هلأ شاربل مثل ما كنا عم نقول فيه نقل نوعية بشو إمكانيات واحد يكون عم يعمل إن كان وظايف أو إن كان لقي حلول للمشاكل اللي نحن عم نعيش فيها اللي مطلوب هو أول شغل يكون في سبورت من الأهل على موضوع كتير أساسي وهو إنه الولد يكتشف حاله إنه الولد يقدر يجرب إنه الولد مش عيب على عمر الأربعة عشر سنة يكون ينزل مع بيو أو ينزل يعمل بمطعم ويتر ينزل يصير عنده connection مع عالم ينزل يبلش مش لأنه رح يعمل ويتر بعدين بس هيدا الطريقة اللي بتسمح له إنه يكون عم يكتشف حاله أكتر بسكوت بيسمح للولد كمان يكون عم يكتشف حاله أكتر يكتشف الـ values تبعه يكتشف الـ personality طبيعة شخصيته بس نحنا موجودين لمدلعين وهيدا الشغلة مش ملامة للأهل بعرف إنه جاية من حبه لأنا وبعرف إنه جاية من إنه اللي هن عيشوا ما بدون ينا نحنا نعيشوا بس المهم إنه لا ليش وين لعيب الولد إذا عمره 13 14 15 سنة يبلش هو يختبر الحياة بمطارح إمنة أنا ما عم بقول ينبعث يكون عم يشتغل بأوقات أو بمطارح خطرة بس يكون ينعطاه هذا المجال للولد يقدر يكتشف حاله أهم شغلة ينعطاه هذا المجال ما يخافوا على الولد لأنه ما في شي بيقدر ينمي الولد يقدر ياخد هيدا القرار إلا هيك قصص لأنه فجأة توصل على الولد بيصير بالجامعة 18 19 سنة وبتكيب كل شي قدامه بيكون قبل منه محضر وبصير عم يتطلح حواليه لأنه ما بحياته إخد ولا أي قرار بحياته يعني كل القرارات اللي إجت قبل ما كان عنده دور فيها فجأة هيدا الموضوع لازم ياخده للقرار ويتحمل مسؤوليته كل حياته وما بحياته كان عارف كيف بده يتفاعل معه فاللي مطلوب أنه ينشغل أهم شغلة على تحمل المسؤولية للولد يفتش على حاله يفتش سلف إكسبلوريشن هو موضوع كتير مهم يعرف شوش القصص اللي هو عم بيفتش عليها يقدر يعمل ريسورج على شو القصص اللي موجودة شو القصص اللي عم تطلع جديدة وهولي قصص بيقدر يتساعد فيها فيه أستسمنت بيقدر يعملها فيه عالم يسأل العالم شو بتشوف فيه شو القصص اللي أنا قوي فيها يعني إحنا إذا برجع على أيام المدرسة في كتير قصص قالوا لنا إياها أو قالوا لي إياها أستستة بس كان عندهم جوجمنت بإيماتها أنه أنا شخص كاركوز كان يقولولي بالمدرسة وما بتحمل مسؤولية لأنه كان عندهم جوجماء معين على طبيعة شخصيته اللي كان دايما في عالم حواليه اهتم أكتر بالكوننكشن بين العالم من الدرس بس هاي بتفرج عن طبيعة شخصيته ومن المهم أنه هيدا الولد على عمر 13-14 سنة بيكون بعده خام يعني طبيعة كيف بيتفاعل مع الحياة هو عن جد مين هو وهو القصص مهم الأهل يكونوا عم يبنوا على أساسها للولد يعطوه هيدا المجال يكتشف حاله ويعطوه هيدا المجال أنه يكتشف الحياة يعني الغلط بالأخير ما رحقول أنه إذا بتتركوه للولد رح ياخد القرار الصحي يمكن هيدا جملة لازم لعني أنا ما بعتبر فيه قرار صح وغلط شاربل بهيدا الموضوع حسب المعطيات اللي أنا عنديها بالوقت الحاضر يكون عم بياخد قرار معين بعدين وقتا تتغير المعطيات اللي عنديها واكتشف حالي زيادة بصير أعرف أنه هيدا القرار يمكن ما كاني بيشبهني وبيكون عنده إمكانية قدر عدل بس قد ما فينا من عمر صغير نبدأ نكتشف حالنا ونبدأ نتعرف على حالنا بتفتح لنا مجال أنه نحن نكون عم ناخد القرارات اللي بتشبهنا أكتر وهي دي أهم شغلة خلينا حكينا عن الأسباب حكينا عن الأشخاص اللي يجب نعمل وكتير بوافقك رأي بنقطة أنه هي شي من أهم الأساس ما يكحق من نسبة الخوف تبع الأهل أوقات ما منحط أولادنا ينزل يشتغيل أبسط شغلة أوقات ومنعتل هم الولد بيقوم صر له شيء فمنفضل نخليه بالبيت وبيشتغل شيء كتير آمن بس خلينا ننتقل لمطرح حالا نبدأ نعطي حلول لمش بس الأشخاص اللي عم حطوطين حالا بيتقل أنه يبلش وينققوا شوية حلول للأشخاص كأهل وحلول للشخص اللي بده ينقق اليوم كيف بده يوصل أنه يخفف الخطور يعني فتنة بكل المراحل اللي بتسبب أنه ليه معقول أنه أنصر لقرار خاطئ اليوم خينا نحكي شوية حلول شو بتقترحي بين جوليا وبين الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم شو أساس فيهم يعتمدوها تاي بل شو يهينو على حالهم ما يخدو خطورة بالقرار بالكريير بلاننج بروسس يعني فيه بروسس بنقطع فيه أهم ما فيه كذا فورما إذا بدك لقلو أهم ما واحد هو أو أبسط واحد هو أربع مراحل المرحلة الأولية هي مرحلة هي مرحلة أقعد أنا مع حالي واكتشف جرّة بقصص معينة أعرف أنا اليوم بحب أشتغل بإيدي أنا لأ بحب تكون عم بتفاعل مع العالم بحب تكون عم بعمل أناليز للقصص تكون قاعد عم بربط القصص ببعضها هؤلاء قصص كثير مهم أعرف عن جد شو نقط القوة شو القصص اللي أنا برجع بعيدة بتشبهني أكتر من شيء أول مرحلة هي ما في يأخذ ولا أي قرار قبل ما أعمل هيدا الشيء نحنا اليوم للأسف اللي بنعمله هو من نطع المرحلة الثانية بلا الأولى المرحلة الثانية هي شوف شو الأبشنز يعني جيت أنا اكتشفت اكتشفت هؤلاء قصص عني شو الأبشنز يلي بتشبه هيدا الشيء شو الأبشنز تبع الكاريرز يلي بتشبه هيدا الشيء اللي بتخلييني يكون عم بعمل هيدا الشيء من بعد ما بلش شوف أوكي شو هن الأبشنز يلي موجودين من هول الأبشنز بقدير أنا على ساعتها شوف شو الميجرز وشو الأبشنز يلي موجودين شو الطريق إذا بدك تقريبياً الأكشنز اللي أنا عايزة أعملها من هون وبالطالع أنه أنا تقدير أوصل لهيدا المطرح اللي أنا بدي أوصل له كيف المايد أنه الحياة بتتغير والحياة بتتبلور بس علق ليلي حسب المعطيات اللي عنديها بالوقت الحاضر منعتني كتير هم المستقبل المستقبل بيجي حلو معه اليوم أنا عندي هول المعطيات حسب المعطيات اللي أنا عنديها بيخد قرار ما نندم على قرار عملني يعني أنا عملت البزنس ما بنندم على القرار بفترة ندمت بس اليوم فهمت إنه هيدا الشي خليني اليوم يمكن أنا كون مسؤولة أكتر بالقصص اللي بعملها فأو التالت شغلة هي نقل ميجر ساعتها من بعد هي بيصير هاو تكريات ستب باي ستب القصص هون ببالش تكون عم تعمل The full creation of what you would like to do in creating the future فيه assessment لهذا الموضوع خاصة برجع على self exploration فيه assessment فيه assessment للموضوع في هولند أكتر واحد بيحكي عن six personalities وهيدا الشغلة كتير مهم نعرف إذا إحنا منحب نشتغل بإيدينا منحب كل هول هيللا إختصاص بيقدر ينفتح على كتير options سو أهم شغل يكونوا فيتين بهيدا الشي ويشوفوا مين بيقدر يساعدون اس كوتش أو بالمدرسة أو 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 وهذا مطلوب من المدارس كمان تكون عم تساعد تلميزة يعملوا هيدا الشيء مش بس كون عم يجيبونهم جامعات ويبعون إختصاصات فأتمنى هيدا الشغلة كمان كلارا مرسي كتير لحضورك لنا وعلى المعطيات اللي عطيتين إياها بتحب تزيدي شيء قبل ما ننهي أبدا مثل ما أنت قلت إن شاء الله هيدا الشيء سيكون عم يساعد عن جد قد مكان التلميزة وهيدا الهدف آخر شيء اللي نحن جارب نعمل جوليا أنا وكلارا عم نقلك إنه السلف إكسبوريشن هي أول نقطة لإليك تكتشفي حالك شو بتحبي شو لازم تعملي ومع الوقت ما تعتلي هم المستقبل هلأ شوفي شو بتحبي تتقدري تنقل القرار يلي هو أقل خطأ أو بالنسبة لإليك هو القرار الصح شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة